اشتركوا في القناة في الأقصر وأصوان وذلك بعد اكتشاف 45 شخصا في باخرة نيلية أضفت الوزيرة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء وسعنا دائرة التقصي وأخذنا عينات عشوائية من 558 شخص وكانت النتيجة سلبية لجميع العينات أيضا من الأخبار توزيع كمامات طبية على العاملين في مترو الأنفق أيضا من السكة الحديد على الجانب الآخر تواصل إجراءات الاحترازية السكة الحديد من خلال توزيع الكمامات والتطهير والتعقيم المستمر للقطارات أيضا نأتي معا لخبر آخر وهذا الخبر من وزارة الصحة مغدرة 48 أجنبين كانوا على متن إحدى البواخر أنيلية بالأقصر بعد ثبوت سلبية النتائج أوضح دكتور مجاهد بستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة عدم رصد أي حالات مصابة بالفيروس بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان فورا عنها بكل شفافية وذلك طبقا للوائح الصحية الدولية وبالتنصيق مع منظمة الصحة العالمية مشاهدين كانت هذه الأخبار لهذا اليوم من خلال زينة أما عن فقراتنا إن شاء الله ننتقي بيها النهاردة هنتكلم عن أهمية التربية لأبنائنا وأعتقد التربية أو تربية النشأ من أهم الموضوعات وأهم القضايا ولكن هل هناك بالفعل أسس نقول ثابتة في عملية التربية أم كمان نقدر نتكلم عن في أسس مستحدثة نتيجة التطور والتكنولوجيا ونلاقي بالفعل أن هناك بعض الأمهات وأولياء الأمور يمكن بيشكوا شوية من أنهم مش عارفين يتعاملوا مع أبنائهم لكن ماذا عن علم الاجتماع ماذا عن علم النفس ماذا عن هذه العلوم اللي بتساعدنا في كل فترة من فتراتنا الحقيقة أن احنا نجدد عملية التواصل بيننا وبين أولادنا التواصل سواء بالتجديد التواصل بالبحث عن ما هو جديد في هذا العلم وهي علم التربية الحديثة إن شاء الله من خلال هذا اللقاء ستوقع معنا دكتورة ليلى أحمد عبد الوهاب وهي أستاذة المالاجتماع بكلية أداب بنع الفقرة الأخرى إن شاء الله هنلتقي بيها مع حضراتكم سيدة أعمال من المنزل ودائما وعبدا بنقدم لحضراتكم نماذج مو شرفة من المرأة المصرية اللي بتحاول أن هي تجدد نشاطها تكتشف موهبها مهارتها قدرتها وتقدر كمان أنها تحسن مستوى الدخل النهاردة تكون معنا وفاق حسن وهي مصممة أكسسوار وحنشوف أخبار تاريخها وقصتها في هذا الأمر ماذا عن بعض العقبات اللي قبلتها كمان هل هي تقدر نتقدم نصايح للمبتدئات في هذا المجال ولا لأ وأكيد هنتعلم حاجات كتير من هذه التجربة هتكون معنا وفاق حسن إن شاء الله نبدأ هذه الحلقة مشاهدين سريعا ولكن بعد هذا الفاصل بإذن أن نلتقي بحضراتكم ومع ضيفة هذه الفقرة عن التنشيء والتربية السليمة فكونوا معنا مشاهدي الأهلا بحضراتكم مع أقولها فقرات هذه الحلقة الحقيقة لما بنتكلم من ربنا يحمي بلدنا هيحمي بلدنا بالأجيال المستقبلية بأجيال المستقبل ولادنا وبناتنا اللي احنا بنحرص كل الحرص على إن احنا نربيهم وننشيءهم تنشيءهم تنشيء سليمة وصحيحة وسوية طبعا صعب جدا إن احنا يعني نحرز كل هذه الأهداف مرة واحدة لإن احنا كل يوم في جديد وكل يوم في مستجدات وكل يوم بيبقى الحقيقة حديث ومستحدث بكل الأحداث اللي بتمر بينا وكمان التكنولوجيا بقت سريعة جدا جدا فإزاي إحنا نقدر كمان نواكب هذه السرعة وهذه الأحداث المتتالية علشان نقدر كمان هذا التواصل يستمر بنا وبين أولادنا واللي ما قدرش يحدث هذا التواصل تعالوا نشوف ايه النصائح ايه الشيء المهم والأهم من أهم هذه النصائح عشان نعيد مرة واحدة نقول ثقاتنا بأبنائنا وثقات أبنائنا بينا لدينا بعض التفاصيل الخاصة معنا الدكتورة ليلى عبد الروهاب وستاذ علم الاجتماع بكلية الأداب بنها مرحب بحركم أهلا بيك يا حبيبتي دكتورة ليلى الحقيقة هذا الموضوع أنا بعتقد أنه معضل عند البعض خاصة في هذه الأونة ولكن بتأتي بعض العلوم والحقيقة كمان ده نقول الجوانب العلمية المستحدثة الجديدة لأن علم الاجتماع من هذه العلوم المبجلة لأن هي دائما وأبدا بتبحث عن الجديد في البداية عزي نعرف ايه مفهوم التنشيئة ومفهوم التربية ايه هي التربية شوفي التنشيئة الاجتماعية من أهم العناصر والعمليات اللي موجودة داخل الأسرة المصرية لأنها بتبتدي من الطفل هقولك ايه في شهوره الأولى في إطار التعامل الأم معاه يعني كلما كان التعامل الأم مع الطفل الصغير تعامل فيه نوع من اللطف والحنية ده بيخلق جزء من تركبته الشخصية النفسية لما هيكبر هتساعده في مواجهة كتير من المشكلات دي نمرة واحد نمرة اتنين مفهوم التنشيئة بيعني ان انا ازاي انقل القيم والمعايير الخاصة بالأخلاق والسلوك من المجتمع بشكل عام إلى الطفل في مراحل مختلفة إلى أن يصل إلى مرحلة أنه أبخرجه للمجتمع يبقى مواطن سليم ومواطن يقدر يساهم بشكل إيجابي في المجتمع هنتوقف بعد الجزئية دي لأننا هنا كأم ممكن أتعب جدا وأنا بربي أنا ربيت خلاص جوه البيت لكن حاجة بتقولي أنا بخرجه هنا الخروب بها هدير مشكلة أنا عندي أسس ربت ابني أو بنتي عليها ولكن بتأتي بقى يعني أشياء من الخارج والمؤثرات خارجية والمحيط قد يغير ما زرعته فبالتالي برضو هنا لابد يكون هناك مرونة ماذا عن هذا المشكل؟ أولا أنت لمستي نقطة مهمة جدا يعني المفهوم اللي كنت بقوله حاليا كان مرتبط بالأسرة عندما كان موضوع التنشئة والتربية تختص به الأسرة النهاردة منظومة كاملة في المجتمع تبدأ بالأسرة ثم المدرسة الجامعة المؤسسة الدينية وعلى رأس كل دول دلوقتي الإعلام والفنون كل ده بيساهم في عملية التنشئة الاجتماعية فأنا ممكن زي ما حاجة بتقولي أعمل وأبس القيم الأخلاقية والمعايير السليمة اللي هي يقدر يحدد فيها الفرد الصح من الغلط ويتعامل مع القيم الإيجابية ويعرف يعني إيه فكرة أو مجموعة القيم اللي هي مثلا أيمة على التسامح أيمة على تأدير قيمة العمل حاجات كتير حاجات كتير قيم الإيجابية كانت موجودة في حياتنا للأسف بدأ التتوارى نتيجة أنه المنظومة ما هيش متنغمة في تنافر بين جوانب مختلفة فيها طب لو قلنا أنه في خلل حاجة قلت في تنافر وبالتالي هناك خلل هل الخلل بيكمن في صلاح العلاقة ما بين الزوج والزوجة؟ هل الخلل بيكمن في عدم إحساس الأمة بالمسئولية أو الأب بالمسئولية؟ وبالتالي هنا هيبقى على عاطق واحد فرد واحد سواء بيسافر يعني كل واحد وظروفه ماذا عن أهم هذه الأبحاث اللي بتقول؟ إيه هي القضية الهمة اللي بتخلي البعض يفشل في إيجاد هذا التواصل لهذا الجسر؟ شو فيه المسألة مش مسألة الأب والأم وطبعا مسألة الأب والأم علاقتهم ببعض ده كلما كانت العلاقة مبنية على الاحترام وعلى الحوار المتبادل وكمان يعني العلاقة بين الأب والأم والأبناء يعني هنا الفجوة المفروض ما تكونش فجوة واسعة بين الأجيال يعني احنا عندنا في علم الاجتماع برضو فكرة الفجوة بين الأجيال دي بتؤدي إلى صراع بمعنى يا فنم بمعنى بمعنى أنه يعني كلما باعدت المسافة بين الأب والأم وبدأوا يعني يفردوا بدون أي نوع من التفاعل أو المتابعة يفردوا يعني أرأهم يفردوا سطوتهم على الأبناء هنا الأبن بيحس أنه هو بعيد عن الأب فابتدي يخرج ويدور على يعني زي ما بنقول كده هو مجموعة الأصدقاء اللي ممكن يكون فيهم أصدقاء السوق ماشي بس دبتورة ليلة الوقت هي حاجة بتقولي هذه الفجوة هذه الفجوة بتكمن في أشكال عديدة جدا هي الفجوة أنه ممكن تكون الأم عايزة تنفذ زي أو تربي بنتها وابنها زي ما هي تربيت وهنا الأب نفس الشي يقول لا أنا أبويا رباني على كذا هنا قد تكون هذه الفجوة أدي شكل من الأشكال وقد يكون الانفصال ما بين الأب والأم كل هذه الأنواع المختلفة من الفجوة لو إحنا أديناها أشكال بتساهم في الآخر في تشتيت الطفل أو في تشتيت الإبن أو الإبنة وهنا ما بنصلش الحاجة فأهم هذه المشاكل أو القضية اللي بتسهم بالفعل بعدم نجحنا في تربيت أبويا الحالية حيك شايفها إيه هو شوفي حضرتك يا الفجوة بين الأباء والأبناء دي يعني مشكلة ما فيش كلام يعني زي ما حيك قلت كده لها صور وأشكال مختلفة لكن جنب هذه الفجوة فيه أحيانا عدم أداء الأسرة لدرها ده موضوع بقى مهم بقى دي الكارسة دي الكارسة بقى أنه هو يريد أنه هو بيحاول أنه هو يطبق المفاهيم القديم عليه خير وبركة إحنا كنا بنقول ده الزمن الجميل اللي إحنا كنا تعلمنا وتربينا عليه لكن هو للأسف أنه للأب فاضي ولا الأم دلوقتي مهتمة وسيبين الأبناء زي ما بيقولوا كده هو في الفضاء سواء الفضاء الإلكتروني أو الفضاء الخارجي كل واحد يتخبط يمين أو شمال دون متابعة أو دون مراقب طب خلينا عندنا تقرير الحقيقة نشوفه دلوقتي ونتبهوا ونشوف رأي الناس مدى إدراكهم مدى وعيهم بأهمية التربية وهم رأيهم في وضعنا الحالي أو الآن عندنا هذا التقرير فهنعود لحضراتكم مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار مع دكتورة ليلة عبدالره تفضل تعرف الأخلاق بأنها القيم التي يمتلكها الفرد وتصنف ما بين حميد وقبيح فالأخلاق الحميدة هي ريح الطيب الذي يرافق صاحبه فيكذب الناس إليه وهي ما تجعل منه شخصا محبوبا كما أنها أساس صلاح أعمال الفرد ورقي المجتمع والتحضر ولكن كيف نربي أبناءنا على الأخلاق الحميدة؟ نربيهم على الأخلاق الحميدة لازم نعلمهم الصدق لازم نعلمهم الاحترام احترام الكبير احترام السن احترام شخصيته في أنه هو لازم يقرأ لازم يعرف المعرفة ما ياخدش كلمتين من مدرس هيخدش يحطهم في ورقة الامتحان ويخلص على كده هيطلع في الآخر بعد ما يتخرك حصيرة علمه صفر يبقى فقد علمه فقد احترامه لشخصه فقد احترامه للناس لازم نربي أولادنا على العادات القدوة الحسنة والعادات السيئة ممنوعة ومرفوضة مننا تماما إذا احنا لما ربي أولادنا حيطلعوا صالحين في المجتمع حيطلع منهم الدكتور حيطلع منهم المهندس حيطلع منهم العالم ويقلدونا في مشاعرنا وفي كل الخطوات اللي احنا بنعملها إنما لو سابق الأب سابق أولاده في الشارع أو في هذا كذا وكذا الحاجات المنحرفة حيطلع أولاد فاشلين ومش منتظمين ونحن بنناشد جميعا أن نكون قدوة لأبنائنا في جميع المجالات والدي علمني على الصح الغلط ما عملوش لو ابني عمل غلط لازم أنصحه على طريق الصح أعجبه بالطريقة يعني أعجبه بأنه مثلا بيحب الشيء أعجبه بيه تربية تبدأ من الصغر يعني لازم من البيئة المنزلية والأب والأم احنا بنغرس فيه الصح والغلط احنا بنعرفه أن يحترم الكبير ويعتف على الصغير بنعرفه أنه ما يكون شأناني بنعرفه أنه ننبذ العنف ننبذ الإراب بنخليه كدوة احنا كدوة لي ما قلوش إيه رد على التليفون قوله مش موجود وأنا بقى موجود نعلمهم الدين ونعلمهم الأخلاق نعلمهم زي يحترمه الكبير ويعني ما حدش يلق في حد كبير أكبر منه ولا حد يتكلم كلمة مش كويسة قدام ولد صغير علشان الولد بيقول قطوع يقول نفس الكلام ويطلع يربيع له زي ما هو مطرب تنبق يعني كده بحوار إن شاء الله يبقى تمام لإنه إحنا مدركين وعارفين ومتأكدين إن إحنا لابد أن نكون قدوة وهبدأ بهذا السؤال بالفعل رأي حضرتك أولاً في هذا التقرير وماذا عن أهمية القدوة في عملية التربية أولاً أنا سعيدة جداً بالتقرير وكل ما جاء فيه يعني كل اللي تكلم لمس نقطة مهمة جداً في إطار عملية التنشاء والتربية وعملية إنه غرس الأخلاق في أبنائنا لكن مسألة القدوة هي النهاردة الحقيقة مفتقدة يعني أنا لأ يا قدوة ما عليش هو بيقول إحنا نبقى قدوة أنا شايفة إن الأب النهاردة معظم وقته بيقضيه خارج البيت وما بيديش لأبنائه الوقت الكافي اللي ممكن يقعد معاهم أو يديهم النماذج اللي فعلاً النموذج يعني كل الأسف النهاردة تحت الضغوط سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيره بنبص نلاقي إنه كل مش مهتم غير بنفسه بس يعني مش هنقوله الكلد يعني هو البعض الحقيقي لأنه يعني بنلاقي إن فيه حالات الحقيقي الواحد بيبقى سعيدة بيهم أكيد طبعاً مفيش كلام في أم فعلاً تمارس هذه القدوة وهذه الأسوة وبالتالي حتى الإبن أو الإبن يجيوا يعملوا خطأ قدامها بيرجعوا خطوة لا ماما ما بتحبش كده فيه لكن إحنا عايزين نتكلم عنا قصة القدوة أو القصر إحنا ليه خايفين أنا بتكلم عن الغالبية أنا بيقولك حالات الغالبية لكن مش كلها فيه قصر طبعاً الحمد لله بس فيه غالبية النهاردة ما بيدوش لفكرة التربية والاهتمام بالأبناء دلوقتي أقولك بالزبط إمتى بدأت معها سفر وهجرت كتير من الأباء للخارج فبدأت الفكرة الكنز بتاعه اللي هو بيحافز عليه فلا بد أن هو يرعاه ويقدم له كل القيم وكل زي ما بيقولوا المعاني اللي تديله اللي تخلي الأب بالنسبة للطفل أو بالنسبة لابن القدوة والأم بتبقى برضو القدوة تمام إحنا بنلاقي حتى من خلال هذا التقرير إن هم عارفين إن إحنا لازم في نقطة مهمة جداً وعجبتني في هذا التقرير يبقون لازم نحسسه بنفسه نحترمه علشان يثق في نفسه وبالتالي مش على طول هو بنقول ملحوانة وعلى طول هو أوامر ونواهي وعليك أن تفعل ولا تفعل فبالتالي بقوش ينجذبوا لعملية الملاحيز أو لقدر تقول النصح بقوا يبعدوا فإحنا لازم نغير الوجهة ونفكر في فكرة جديدة أو طريقة جديدة علشان نقدر كمان نتعامل معهم زي ما قال بالنسبة للعقاب ممكن أننا عقبوا الحاجة اللي بيحبها ما أديها لوش رأي حضرتك فيه التربية الحديثة إزاي نقدر نتعامل مع هؤلاء الشباب أو هذه الصفات اللي بقيت تبقى فيه عند بيبقى فيه عنف ماذا عن هذه الطرق الحديثة وبسك فيه رأي يتقال كمان لمس نقطة مهمة جداً إنه إزاي من خلال التنشأة ممكن أنشأ ابن يعني يبقى فيه سمات الحب والتسامح أو إنه هو يلجأ ويبقى عدواني وعنيف دي برضو مهمة جداً في إطار عملية التربية وسواء كان في الأسرة أو من خلال المؤسسات اللي موجودة في المجتمع بس بالنسبة لي أنا أهم حاجة الأسرة لأن لما الأسرة بتغرس القيم ديت بيبقى من الصعب جداً أي حد يغيرها يعني علم الاجتماع رصد بالفعل إن الأسرة وهي الأم والأب هما الأساس في هذا الأمر ليس بالتربية فقط ولكن بالمتابعة مش عايز أقول المراقبة ولكن بالمتابعة حتى كمان مع أولادك يا ترى أنت زرعتي دا يعني الدراسات بتقول أنه يعني دور الأم بالذات لغاية 6 سنين دورها مهم جداً بعد كده بيبدأ دور الأب ثم دور الاتنين مع المدرسة وزي ما بيقولك الإعلام مهم والفنون مهمة جداً دلوقتي كل دوت بيشارك في سقل الشخصية يعني ما تطلع شخصية فعلاً منتمية وشخصية سوية وقيامها إيجابية أو العكس دكتورة ليلى لو إحنا الوقت يدرنا برضو أن إحنا نحط إدين على بعض الأخطاء الشائعة في التربية أو في التعامل مع أولادنا حتيك شايفة إيه أهم هذه الأخطاء هي نقطة حضرتك ذكرتها من شوية الموضوع الاستقلالية أنا يعني أنا عيشت في الخارج ودايما أقول يا جماعة أنتوا بتاخدوا صورة دايما السلبية عن الخارج فيه صور إيجابية يعني هناك إزاي بيعودوا الطفل من هو صغير يعتمد على نفسه إحنا هنا الأسرة دايماً لغاية لما يتزوج أو تتزوج ونذلع ونذل الجميع ونفضل نجي ونفضل سواء مثلاً حب أو رعاية أو أموال نفضل كده لغاية لما الطفل يتخرج ويشتغل كمان ويمكن يتزوج هي دي عادة إحنا عايزين نبتجي يعني نبتجي نبصلها شوية بالزبط نعوده من هو صغير في مراحل نموه المختلفة أنه هو يعتمد على نفسه ويعتمد على نفسه معناها أنه هو يؤدي له درجة من الاستقلالية على الفكرة هكذا لمستي نقطة أعتقد أنها جديدة ولو إحنا فكرنا لأننا هنلاقي فعلا المجتمع الشرقي والعربي والمصري بالتحديد لازم نوصل إبننا كامل مكمل للشقة بتاعته بتكيفاتها بالعروسة بكل شيء فبالتالي ده ممكن كمان يسهم في أنه يشعر بناس إليهم متأخرا صح فهنا دي طيب وده على فكرة بيأكد ليه نسبة الطلاق بتبقى عالية في حديث الزواج لأنه هو فهنا البنت تعودت أنها تعتمد على نفسها وتواجه المشكلات ولا الولد فبالتالي بيصدموا بالحياة ما بيعرفوش يعني يواجهوها وزي ما بيقولوا كده اللي جيه سهل بيروح سهل بالظبط لكنه هو تعب في الحاجة وفعلاً قعد فترة عشان يقدر يكون بيته وكمان يختار اختيار السليم للزواج طيب هنا بقى بتأتي المشكلة اللي ممكن كمان وأنا بربي أبنائي هل الأم العاملة برضو كعلم اجتماع رصد أن الأم العاملة هي بتواجه مثل هذه المشاكل اللي بينها بالأولادة مش عارفة تربي صح مش عارفة ترقب صح مش عارفة تتابع صح ولا الأم ربط البيت حالك شايفة أيهم الحقيقة كانت الدراسات أو كانت الأراء الأديمة والنظرات الأديمة كانت بتقول المرأة العاملة خروجها للعمل بيؤثر على الأبناء وعلى انحراف الأبناء طبعاً الدراسات كلها أثبتت عكس ده الدراسات الحديثة أثبتت أنه بالعكس المرأة العاملة يعني أكثر شعوراً بالمسئولية سواء تجاه عملها أو تجاه أسرتها وبنبص نلاقي إزاي هي بترجع من عملها وتبقى يعني مكراسة كل وقتها وجهدها لبيتها وأبنائها هي النهاردة المرأة العاملة بتعمل إيه بتقوم بكل حاجة في البيت يعني معظم الحاجات حتى من مذاكرة للأبناء يعني أشياء كتيرة جداً يمكن هي اللي بتقوم بيها بدون ما يقدم أي حد من أفراد الأسرة مساعدة لها ودي مسألة على فكرة لازم نلفت النظر لها فعملية التنشأة لازم نعود أبنائنا أن هما يساعدوا فكرة مفهوم التعاون قيمة التعاون دي مهمة جداً إزاي تعاونوا وإزاي يساعدوا وإزاي يشاركوا بعض خصوصاً أن أنا أسيب الأم الوحدها تتحمل المسئولية في إطار يعني إجباع رغبات الكل سعب وخصوصاً كمان من خلال هذا التقرير لما حد قال من يعني اللي تكلم قال قصة النوبة عن الأنانية ينبذ الأنانية وهينبذوا إزاي؟ لما أنت بتتعلمه أنه كله لا ما شلش الكباية لا أنا هعمل وراك أنا هزبط أنا هواضب لك دولابك أنا هزبطك المكتبة بتاعتك أنت بتعملي شيء حسب بسعادة لكن حتجني بعد كده صح 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 بالزبط يعني هو تضح برضو من خلال الممارسة العملية ومن خلال الدراسات أن كل ما الأم عودت أبنائها من الصغر على الاعتماد على الذات كل ما ده جانوا دوت هي وهم في المستقبل يعني حياة بتبقى أكتر يعني تحملا ويقدر الواحد يواجه أي مشكلة ويحلها بمنتهى ثلاثة وسهولة طالما تعود على أنه يستقل عن أهله مش بس استقلال بمعنى المكان استقلال بمعنى الشخصية شخصيته مستقلة له رأيه وهنا الأسرة لابد أنها تنمي هذا الشعور لدى الأبن حتى لو هيتابع يتابع بدون مواجهة صريحة وهو ده الذكاء وهي دي المرونة بالفعل يعني مرونة ذكية بالفعل من خلال الأمة أو الأب فإحنا برضو بنواجه بعض المشكلات زي المورثات برضو في بعض المجتمعات ذكورية 100% فبالتالي نقول لزينا كل مجتمعات العالم على الأم بالضبط يعني بيلقوا الولد لأ قومي يخدمي أخوكي قومي يهاتيله يعني لا إحنا مع دلاش رجالة تقوم تغسل كباية مثلا يعني ولكن حكي قلت إن التعاون ده شيء مهم جدا علشان نقدر نتخلى عن بعض هذه العادات بعض هذه المورثات إيه دور العلوم الحديثة مثل هذه الأمور بوسي هو طبعا أنا واحدة من الناس اللي عملة دراسات كتيرة في موضوع المرأة وبدرس كورس عندنا في الجامعة اسمه المجتمع المرأة يعني أنا اللي استحدثته مقصود بيه بقى مقصود بيه أن المرأة كانت بتدرس زمان من خلال الأسرة فقط النهاردة لا أنا بخرج المرأة من إطار الأسرة بعتبرها كائن كامل مستقل في المجتمع في كل مجالاته الأسرة جزء لكن أنا هي امرأة عاملة هي امرأة لها دور في الحياة السياسية هي امرأة وزيرة والما كانتش عاملة هي رب البيت في الآخر ما أنا بقولك الأسرة جزء لكن في النهاية أنا باخد المرأة في كافة وبقيم باخدها تاريخيا إيه كانت الثقافة الزكورية عاملة إيه فيها القوانين والتشريعات عملت إيه فيها كل دوة بحاول يعني أنقله من خلال الكرس برضو بحاول بساته عشان الطلبة أعمل نوع من رفع الوعي عند الطلبة بأهمية برضو أنا ما سيبش الأم يعني أبكي عليها لما تروح وهي موجودة أسقل عليها منفعش منفعش لازم أبقى جنب الأم ولد أو بنت والبنت والولد الاتنين المفروض يتربوا على أنهما يعني كل واحد لابد أن يحترم التاني في النقطة دي هتخلي الولد أما يخرج يحترم البنت اللي في الشارع ما يبقاش فيه لا تحرش ولا مشاكل موجودة لا حيبقى فعلا حاسس أنه أخته والتعامل فيه مبني على الاحترام والندية الندية دي مهمة جدا أننا لما أخرج الشارع مش عامل في الشارع لأنها أقل وبالتالي قدر أتطور عليها مثل هذه الكورسات أو مثل هذه الدراسات ممكن يعني توقف إيه بداخلنا يعني إعادة احترام الكبير إعادة تقدير يعني ما تفعله أمي أو ما فعلته أمي وأبي وبالتالي يعني أنا أقصد يعني هو التركيز على الاحترام مجهود الآخر لأن في بعض الحالات قد يقول لك أمهات كلها بتربي الأباء كلهم بيربوا لكن نظرتنا لقصة الاحترام للآخر ده شيء مهم جدا نوع من أنواع استعدت هذه القيمة وهي احترام الكبير طبعا طبعا الله ينور عليك والله لا هي فعلا النقطة مهمة جدا عملية الاحترام للآخر والآخر أي أن كان إذا كانت مثلا علاقة بين رجل ومرأة أو علاقة بين مسلم ومسيحي يعني أي أن كان مثلا أبيض أو يعني هي فكرة أن أنا احترام الآخر مصري جاري أو أنه هو أجنبي مهما اختلفنا أجنبي لازم أحترمه فهي الآخر الآخر أي أن كان هذا الآخر فدي نقطة مهمة جدا في التربية لابد سواء معنى المدرسة مهمة جدا على فكرة لأنه هي بتاخد الطفل من سن يعني بيبقى لسه بيكون فهي دورها برضو كان زمان الموسيقى الرياضة الرحلات اللي كنا بناخدهم فيها للمتاحف والأماكن السياحية اللي هي مثلا بتبينهم كل عوالي وعناصر كل دي عناصر بتنمي الشخصية وتخلي الإنسان يطلع فعلا منتمي هنا الانتماء مش بس للمكان انتماء للقيم صحا يعني أهم حاجة الانتماء للقيم بتاعة المكان فدي نقطة بتاعة لي مهمة فعلا جدا في عملية التربية أعتقد قصة الاحترام يعني نصحتنا إن شاء الله لحضراتكم يعني احترمي ابنك احترمي بنتك احترمي هذه العلاقة مهما كان صغير مهما كان كبير هو شخصية هو كائن كل ما قربتي منه كل ما أعطتيه حنان كل ما هتحستي أن التنشاء والتربية مش طعبة لكن يبتدي من فين يبتدي بالحب والحنان والقرب وأكيد تعليم الأديان أي أيا كانت هذه الأديان ولكن كلها بتصب في الاحترام احترام الكبير والتواصل مع الآخر طبعا دي كانت فقرتنا بنشكر حضراتكم على حسن طبيعتكم ليها ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون وفقنا في تقديم بعض النصاح من خلال هذا العلم علم الاجتماع ودكتورها ليلى عبد الوهاب وهي طبعا يعني بكلية الإعلام والسهد علم الاجتماع بكلية الأداب بالتحديد جامعة بنها الحقيقة أصل الإعلام ده خلاني أدخل في قصة مهمة جدا حيث قلت أهمية الإعلام في هذه النقطة بالتحديد وهي استعادة هذه القيم من خلال العمال الدرامية والبرامج المقدمة عشان كده فعلا علم الاجتماع احنا يعني بنشكره على هذه الدراسات الأخيرة شكرا كيفان بس في نقطة أخيرة احنا في شهر مارس فبدأ بتمانية مارس يوم المرأة المصرية وبعدين ستتاشر مارس هيبقى يوم المرأة المصرية واحد وعشرين مارس عيد الأم فبقول لكل المصريات كل سنة أنتوا طيبين كل سنة وحضرتك طيبة شرفتين مشاهدينا بنشكر دكتورة وهابة مرة أخرى وننتقل بحضرتكم لفقرة أخرى نتحدث عن سيدة أعمال من المنزل نتابع هذا التقرير معا وبعد كده نتقبل مع حضرتكم إن شاء الله مع وفاء حسن مصمت الأكسسوار ونشوف بداية رحلتها كانت إزاي وصلت لإيه خليكم معنا ولكن بعد هذا التقرير كثيراً ما تجد المرأة نفسها بحاجة لعمل مشروع صغير خاص بها لتحسين دخلها بالدرجة الأولى وقد يكون السبب مختلفاً بحيث ترغب بملء وقت فرغها فيما يفيد أو رغبة منها في تحقيق هدف محدد يضمن لها ولأبنائها حياة كريمة ولكن ما هي المشروعات الصغيرة المربحة والغير مكلفة والتي يمكن أن تقوم بها المرأة وما هي أهم النصائح لنجاح تلك المشروعات تعمل محاشي، تعمل تواجن، تعمل رؤاء في بيتها كل ده الناس بيستعمله أكلات وحلويات وكل حاجة المصرية معروفة أن هي وزيرة اقتصاد ومن أحد وزارة الاقتصاد فأعتقد أن الستة المصرية لو استغلت خامة البيئة المحيطة بها بتكلفة بسيطة وتسويق المحافظة أو الحي أو الدولة بشكل عام يعني متمثلة فيه أن هي تسوقه هتكون تبعد عن الوظيفة والوظيفة العامة يعني الستة ممكن تعمل كل حاجة لعدة ساعة جزء تشتغل في أي حاجة ممكن تفتح كوفير، ممكن تجيب بضاعة وتعرضها في السوق ممكن تفتح محل، مهم مشاريع كتير اللي ممكن تساعد بها جوزها يعني وخصوصا المشاريع اللي تبع في البيت كمان يعني ممكن تعمل هدوم، تعمل مصنع ملابس في البيت ممكن تعمل أي عبيات، ممكن تسوق في أي حاجة بيعملوا واجبات، بيعملوا واجبات جهزة، بيعملوا وحلويات ومخللات وجهزوا الخضار للستة الموظفة وبيروحوا عند أماكن خروج الموظفين وبيبعوها الستة ذكية تعمل كل حاجة يعني أي مشروع تعمله في البيت وتمشي البيت تركوه، خياطة، أي حاجة عملية في البيت، كورشة، أي حاجة تعملها الستة نصحة وذكية وتشتغل تقرير كده زي ما بيقول فتح نفسنا للكلام لأنه قالت أحلك كلمة الحقيقة الستة نصحة وذكية، الستة المصرية نصحة وذكية الحقيقة بتعرف تعمل كل حاجة، وقت ما تحب تعمل حاجة بالفعل بتقدر تعملها بتكتشف نفسها بعد سنين عمر، ممكن تكون عدد تلاتين واربعين وخمسين وتلاقي نفسها أنها عندها موهبة أو قدرات أو مهارة معينة وبتجي نفسها فعلا وزيرة اقتصاد من جديد، أو أنها ممكن كمان تزود من دخلها إزاي أكيد فيه مشاكل وفيه عرقيل، ونقدر نقول فيه بعض الصعوبات اللي ممكن تقابل أي حد فينا علشان يقدر يخترق أي مجال، معنا وفقة حسن مصممة أكسسوار، طبعا برحب بك لما خرجنا لهذا التقرير لأنا شفتي يعني الناس أي ستة ونصريات ده تملك حاجة في أيدي في كل مجال والتقريير كان جميل أولا أنه كان في كل مكان من يعني جميع ربوع يعني بلدنا الجميلة وعشان كده عرفنا كذا رأيك رأيك بقى في قيمة المرأة بالفعل لما تحبت حاجة نفسها ده ما احنا شايفينك لأ أكيد المرأة لما تحبت حاجة في دماغها أكيد بتوصل لها وخصوصا لو هي فعلا صممت أن يكون لها هدف طول ما الإنسان عنده هدف طول ما بيقدر يوصل له لو أنا حطت قدام عيني أن أنا عايزة أوصل لنقطة دي أكيد هيوصلها تصميم مهم جدا إرادة مهمة جدا أنه مكانة صعبات وفاق قولي لي أنت طبعا خارجي تربية فنية وأنا سعيدني طبعا أنت تكوني كمان درسة والجديد في وفاق أنها بتعمل إعادة تدوير يعني مش مثلا بس بتعمل تصميمات لكن فكرة إعادة تدوير عايزة عرف جاتلك إزاي وإنت هل من كنت اللي كنت بتقدميه وبتعمليه زهيئتي وبقيت تطوري نفسك بقصة بصي حضراتك أولا إحنا عندنا حاجة كتير جدا إحنا بنجيبها ممكن نستخدمها شوية وتترمي زي مثلا إزاز النظارة بتاعنا نظارة أي بنرميها فليحنا بنستغلهاش في إن هي تتعمل كدلاية آه أهي موجودة مع مشغول عليها شغل نحاس بتتن بتطلع بالجمال ده آه في منها اللي بقى الألوان الأزرق أو الأبيض تمام في منها اللي هي بتبقى زي الفهمية بالزبط أيوه أي خوفة بس إن هي هتتكسر لا ما تكسرش لإحنا حضراتك بس إن شغل نحاس بقى حاكمها آه الفريم نفسه هو ده اللي حاكمها آه والشغل بعد كده أنا حاس عليها فبتديكي وبعدين حاجة جديدة بتحطيها في سلسلة إيه وفاق آه سلسلة عدي أهي طيب آه أنا شايفة هي واحدة بقى هنا زي موجودة هنا آه آه زبطيها كده بإيدك بقى عشان نشوفها معلش عشان نهوى الشغل كله تحطي أصعب حاجة النهاردة سلدي بدأت بالصعب آه 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 السلسلة تبقى كده آه آه بالشكل ده في الآخر آه نشوف شكل تاني بس خليك سابتة إيدك شوية حاضر آه أنت كده بتزودي الله ودي سلدي آه مره بنحط حاجة جديدة شي ييدك اللي تحت دي عشان نشوفها كده على مرة كل حاجة دي نضارة إزاز نضارة آه ده إزاز نضارة آه ده نحاس السلسلة عادية وبنركب معها الخرز آه أزرق أحمر اللي إحنا عايزينه آه أه آه 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 ده بقى الأحمر كمان آه أنا عارفة أنا عارفة آه أنا عارفة بكلم كمان على آه على الأحمر آه على الأخامة والألوان اللي إنتي بتحاول آه أنا عاكس بعد الاتنين آه فان كويسي بقولك طيب إحنا الوقت هنكلم على ده في الم يعني في قبل على النوعية من السلسل دي أو التجديد ده وجالك الفكرة إزاي أنا ممكن تعملي حاجة جديدة آه أنا بحب آه عادة تدور جدا آه بحب الأشغال الفنية أي حاجة فيها شغل فكرة آه بحب أشتغلها يعني كده ناما بنقول إن أي سيدة أمال يا جماعة بنكتشفها أو بتكتشف نفسها لما آه بتبقى مثلا خارجة تجارة خارجة هندسة كان إنتي تربية فنية فأعتقد إن هذي الموهبة جواكي والشحيل اللي إحنا شايفينه على الشاشة ده دي كانت إيه؟ دي كانت عبارة عن إزايزة عادية حد سمك حد سمك السمك مات أي فأنا أخدتها رحت عملت عليها التصميم ده هو منظر طبيعي من هنا أيها هذه كده طيور من هنا ودي من هنا شجر رائعة يا فعلا تماما ببتدى الشعر عليها بشغل الريف اللي بارز ده وبعد كده أنا بديها بتاني سمرة من جوة لون إسود عشان يديني الشكل النهائي ده كله عشان يطلع لي في الآخر التصميم ده دي تتحط على ترابيزة بقى يعني مكان الأباجورة فروكنا في البيت وليه إيه الخامة لإن أنا شايفها إزايز يعني لأ لأ اللي إنتي مستخدمها في التلوين الألوان بتاعتنا دي ألوان إزايز ولون الريف على فكرة راقية جدا أنا شايفة ألوانها تخفى فعشان كده بيقول لك إيه المادة اللي إنتي مستخدمها في التلوين لا إحنا بنجيب للمواد بتاعتنا أنا عنده أي موان عادي أي ناس أي حد تلبيف أن يبقى عارف الحاجات دي تبقى ألوان عادية وبنشتع عليها بالريف الأول اللي هو الدهب ده تماما وبعد كده بنيدي الألوان اللي إحنا عايزنا كل واحد بيختار الألوان اللي هو حبيبها بس أنا بحب الألوان اللي هي تبقى تفتحة وتديني شكل أكتر حلو عشان تليق في أي مكان أو أي ديكور أو أنت عملتي بجراوند أسود بقى فعيشتي في الدول اللي هو أنت الفنش بتاعي هديني ممشي في أي مكان أنا أحط فيها طب إيه الحاجة أنت بتقولي إعادة تدوير قولي الفكرة برضو جات إزاي خلينا نتكلم شوية نشوف إيه اللي ممكن إحنا نعمله في بيتنا وممكن إحنا نغير في الشكل أي مكان حضرتك موجود عندك أو أي قطعة أساس في البيت أي الطرح موجود عند حضرتك مشو بتستخدميها الخيش الطرح هنعمل إيه؟ الطرح أنت ممكن تعملي منها اسطارة أي اسطارة جمدة أو الله يعني ممكن تدخلي منقوش مع السيدة لو شفتها حضرتك هتلاقي نازل على النت الناس بتبيعها بقيم يعني رقم خيالي وإنت ممكن تقدر تعمليها في البيت أصلاً أنت كده بتبيعي فكرة لأن الفكرة دي فعلا طول ما إحنا ماشيين أو طول ما إنتي ماشية طول ما إنتي بتبصي عينك بتبص على الحاجة دي ممكن إنتي تعمليها بشكل تاني وبخيمة أقل تطلع أحلى كمان فأنتي تقدر تعملي هو الاختلاف اختلاف في كل حاجة حتى في اللبسينا العادي حتى في الاكسسوار بتاعنا لو أنا مثلا عندي طرحة منقوشة ما عنديش غير الطقم ده ممكن أجيبي للطرحة المنقوشة دي هعملها زي شالو هعمل حط على أحزام وسط فكده أنا غيرت في شكل أو غيرت في المستعتي في كل حاجة في كل حاجة لكن أنا أتخيل أن أنا ممكن أخد طرح وأراكبها مع بعض وعملها الكيش بتاعنا اللي إحنا بنرميه وكنا بنستخدمه زمان يعني في القطن والحاجات دي ممكن أعمل منه شغل اللي هو الورد وعمل منه تبلوه حلو محطوط منه ألوان ودبعتي بتبقى في كل حتة وبخيمة عالية كمان والناس كمان بتشتريها إسعار غالية جدا بتقبل عليها كمان لكن أنا ممكن أعملها في البيت وأنا قاعدة هتديني شكل وفي نفس الوقت هتديني بحجة البيتي هتتغير من كل حاجة حوالي تغيير أنا استفدت بحاجات كثيرة الآن إحنا شوفنا الإزاز بتاع النظار عايزة أعرف إيه بقى الاختراع ده دوات زلطة لأن الاختراع ده هي قللتي بقى يشوفي حدك لو تعرفي تقوليه لها بس أنا معرفتش ده زلطة زلطة يمكن هي شكلها قد سيكون هي تدي حجر كأنها حجر أو كأنها كمان حاجة معروفة إيه هي لكنها تبقى زلطة زي العملة الممكن حد يشوفها ليه من بعيد يقولي دي عملة بالضبط إنها مدورة وغدا شكل طبيعي بالدائرة دي أنت تعبت فيها عملت فيها حاجة؟ يعني نزلت كده أحسن يعني تعبت إذا خرطتها مثلاً النحاس هو الشغل كله دي عبارة عن زلطة هي زلطة عادية بس شكلها مميز شوي ما أنت تقول ما أنت مشى عينك لازم تبقى لماحة فأنت تبقى لماحة فأنت تبقى لبقى تاني تعملي شكل جديد اللي هيبقى الشاي اللبس الأكسسور مش عارف إيه دي هيسألني إيه دي زلطة هتتخضي أزيز نضارة؟ لا طب إحنا بنشوف الناس لو إحنا عندنا الخيمة دي مثلاً حد هنستوردها من بره واو جميلة طب إحنا نبدأ فيها أحسن طب إيه تاني عندك قد التدير أشاهدها؟ مثلاً زي كريستيل النجف اللي بيقى عمل نجفها نحن عندنا بولك كده يعني بس الأشكال بقى أنت بتتحكمي أكتر في النحيس طب بتعمليق برضو دلية؟ دلية الإكسسور برضو بالسلسلة بتاعتها أو اللي بيبقى تقيلة شوية طبعاً الكريستيل تبقى تقيلة اه فبنحتاج لها سلسلة تبقى تقل شوية بس أذي الـ دي على فكرة حلوة برضو فكرة جميلة ده ممكن تعمل منها حاجات كتير طيب أنا شايف اللوحة أو الـ في حاجة كمان برضو؟ لا لا تابلو ده قبل ما نرجع تاني الصغير ده لا المرسومة ده؟ ده إزيز برضو ماشي؟ نشوفوا برضو إيه برضو عشان هي مش هتبان معنا هنا قوي طيب هي فكرتها إيه؟ بس قليك سبتت أيدك علشان فيها دي ستة يابانية كده خليه كده شوية ايوه كده دي ستة يابانية ده ستة يابانية تمام؟ لوجه ياباني طيب؟ بدتتفرج على فرع من الظهور طيب كتعة إزاز مهملة مالهاش أوي قيمة فانا اشتغلت عليها برضو بألوان إزاز بس الليها خلفية عندي فليها ست قعدة وبتتفرج على منظر طبيعي دي بتتحطي على ايه انتي كده هي ازاز لا ما هي دي اه انتي بتعلقيها اه ليها او ليها هل ممكن نفس القطعة الزجاجية دي بتبقى ازاز او بنورة لترابيزة فتفضل الشكل ده اه صح اي دي برد فترة طبعا جميلة كل حاجة ممكن نعملها فيها اه لان في حاجات كتير فاعل بتبقى مهملة بنبقى ركنانها كنت ترابيزة كسرت الخشب فتبضل معاك احنا ممكن نكسر الحاجات اللي هي مكسرة دي ممكن نكمل تكسرها تمام ونحطها بشكل جديد زي بالضبط حضرتك السراميك لما بيفيد ايه بيعملوا دلوقتي كسر السراميك بعملي اشكال اه طبعا دي برضو فكرة مع انه كنا بنرمل اول السراميك ده فعلا ايه اللي بيتعمل من الكسر بي نعمل منه شكل زي بالضبط الرسمة اللي عنده حضرتك في الارض دي ممكن نتعامل بكسر السراميك اه اشكال بقى فتدي اشكال بقى فالالوان فتدي نفس الشكل ده طيب ايه بقى معاك الصغير ده انت ده 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 حلق او لا ايه لا دللية برضو ممكن نعملها حلق ما انت ممكن تتحكمي في كل حاجة في الحاجات دي اي بس سبتي ايه ايه دي قوقعة عادية تمام بتاعتنا بتاعت البحر ايه ممكن برضو تعمل دللية حلق ممكن حلق اه ممكن حضرتك كمان بتاعتني برضو بالنحاس اه بالنحاس اوكي ودي التانية دي زي غنونة قوي دي اه يعني انت بتحاول انك ت طيب عشان ترضي كل الاسواء ما في ناس عايزة كده وفي ناس عايزة كده طيب وفي ناس كمان عايزة تعمل شغل اه من الجنس القديم ايو ايو طبعا طبعا الحلقان الاكساسور اللي هي الاكساسور حضرتك اه العراوي بتاعت البنطلون دخليها كلها وبعضها لحلقات ايو وهتعملها لياقة نازل لي منها دلاج حلوة دي بس ايو فالي او كنت جبتها لنا معاك النعرض بس انت قبتي تباعت الحاجات تقيلة والممكن تعملي دواير جنب بعضها برضو من الجنس دواير عادية ايو تحطيها واتعمليها بشكل معين اه وتركب لها برضو اللي هي بتاعت الخلق طيب انا شايفها النحاس برضو ايش غل النحاس بقل النحاس التاني بتحطيها عليه بعد متخلصي لأ هو ده دي الخيمة طيب اوك ده بقى الشو انت اللي بتقطعها احنا بنشتغل عليه بمنشور اركت بس انه يكون رفاعة جدا ايو تمام بعمل التصميم كده شوية ايو بعمل التصميم وابتدي فرق تمام احط زود بقى مثلا عليه هنا ممكن اكسسر صغنن قوي انا رسلت ايه طب هو ده كاف ارجعي تاني واشرحي هو كاف ده نظام للكاف كاف بس عشان اعمل شكل او شكل مختلف ادي الكاف جوا واده الكاف ده عباره عن شكل النار اه تمام في كافين صغنانين تحت اه خالص ده الشغل احنا بنشتغله في بعض الاعمال بيبقى ليها رمز معنا اه زي مثلا هنا الدولفن ده بيتركب على ايه طيب يا فاق ده ممكن حضرتك احنا بنحطه على قطيفة المسلا تابلوم في مكان هنا زي الحضرتك عاملة زي تابلوهات دي بيتركب على قطيفة والتعمل او هي اما مسلا ده ممكن يتعمل برضو اكسسوار اهو اكل واحد على حسب الحاجة اللي هو عايزها زي دلايا اكسسوار ايه بقى دلايا اه نفس الدولفن ها اه لا الدولفن ده ممكن تحط زي طبيعه او حاجة ضخمة شكله حالو لكن هنا ممكن الدلايا او الخواتم اي حاجة احنا عايزينها بقدر اعملها بعملها بول مشاركة على طول طبعا يعني انا سعيدة بوجودك معنا كان في سنة يبقى معنا عكي حاجات اكتر واكتر بس انتي ده كفاية ان شاء الله شكرا بشكرك بتمنى لك التوفيق طبعا واكيد اللي بقى العايز يعني يحتازي اكيد بالمثل او نموزة اللي معنا النهاردة وفاق حسن اكيد يعني هي ماشاء الله عندها هذي المهارة وهذه القدرة ياريت كل واحد فينا اكتشف اللي جواه من مهارة وقدرات ويعني نقول كده موهبة ياريت ندور جواه انفسنا احنا فين ويا ترى احنا فين من الحاجات الجميلة دي بشكركم مشاهدين حلقاتنا انتهت واكيد بشكر وضفتنا وفاق حسن مسامة الاكسسوار باتمنى لك التوفيق ان شاء الله قدر ان شاء الله اسرة جديدة لكم تحياتي وإلى اللقاء